ما هي فوائد الصبار؟ هل أنت من محبي ثمار الصبار؟ وهل تريد معرفة فوائد الصبار لجسدك؟ إذن تابع معنا لكي نتعرف على ما هي فوائد الصبار أولا تعزيز صحة القلب إن تناول ثمار الصبار بانتظام قد يكون له العديد من الفوائد طويلة المدى للقلب وجهاز الدوران وذلك لعدة أسباب تمثلت فيما يأتي احتواء الصبار على كمية كبيرة من الألياف والمعدن مثل البوتاسيوم وهي تعد هامة جدا للحفاظ على صحة القلب قدرة ثمار الصبار في تخفيف مستوى الكوروسترول عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم احتواء ثمار الصبار على مركبات كيميائية تعمل على تقوية جدران الأوعية الدموية وحمايتها من التلف أو أي ضرر قد يلحق بها ثانيا دعم عمل الجهاز الهضمي من فوائد الصبار دعم عمل الجهاز الهضمي حيث تحتوي فاكهة الصبار على ألياف قابلة للذوبان وألياف غير قابلة للذوبان تكمن فوائدها في الآتي يساعد دخول كميات كبيرة من الألياف إلى البراز والفضلات في الجسم على التخلص منها بشكل أكثر سهولة منذ قبل وبالتالي التخفيف من فرص الإصابة بالإسهال أو الإمساك أو النفخة والغازات تساعد الألياف التي تدخل الجهاز الهضمي في تخفيف من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي الخطيرة مثل سرطان القولون وقرحة المهيدة ثالثا تعزيز صحة العظام والأسنان إن إضافة ثمار الصبار إلى النظام الغذاء اليومي قد يساعد على الحصول ما يقارب 6% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم من الكاليسيوم رابعا امتلاك خصائص مضادة للأكسدة من فوائد الصبار أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة وهذه الخصائص قد تفيد الجسم بكل مما ياتي الحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب حماية العينين من أي ضرر أو ضعف والتقليم من فرص إصابة العينين بالماء الأبيض الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر المساعدة في الحفاظ على شباب البشرة ونظارتها لفترة أطول فعلى سبيل المثال تساعد مضادة الأكسدة البشرة لتبدو نظرة وصحية وأصغر سنا التخفيف من حدة الالتهابهة الداخلية في الجسم على اختلاف أنواعها خامسا تخفيف الوزن من فوائد الصبار أنه قد يساهم في خفض الوزن وذلك بسبب محتوى العالي من الألياف المتنوعة والتي تساعد على خسارة بعض الوزن بالتأكيد فغالبا الألياف تزيد من الشعور بامتلاء المعدة والشبع لفترة أطول ما يقلل كميات الطعام المتناولة يوميا سادسا تخفيف الالتهابات فوائد الصبار في تخفيف الالتهابات تنتج عند تطبيقه خارجيا وذلك بتطبيق مهروس ثمار الصبار على المناطق المتورمة في الجسم بهدف تخفيف التورم والكدمات عضات الحشرات وتهيج الجلد الناتج عن تعرضه لمواد تثير التحسس سابعا وأخيرا امتلاك الصبار فوائد أخرى دعم وتقوية العضلات وجهاز المناعة في الجسم بالإضافة إلى تسريع عملية شفاء الجروح وذلك بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين جيم وفيتامينات المجموعة به المعادن مثل البوتاسيوم والكاليسيوم والمغنيسيوم والنحاس تخفيف أعراض متلازمة الأيض وتحسين الحالة الصحية للمصابين بها مع تخفيف مستويات الكوليسترول السيء وتعزيز مستويات الكوليسترول الجيد وذلك ينتج من شرب منقوع أوراق الصبار المجففة وهكذا أعزائي أنهينا لكم ما هي فوائد الصبار إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله